السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتكلم النهاردة ان شاء الله عن التفحم العادي في الذراء الشامية وان شاء الله نتكلم في نقاط محددة وشرح واثي مبسط عن معلومات عن المسبب المرضي والظروف المناسبة لنمو وانتشار المرض وعرض الاهم اعراض الاصابة واخرية اخيرا كيفية الوقاية والمكافحة في حالة الاصابة ولو حضرتك اول مرة تابعنا اما الاشتراك وفعل جرس التنبيهات لتصلك احدث المعلومات الزراعية تابعونا اهلا بكم اول حاجة هنتكلم عنها هي معلومات عن المسبب المرضي مرض التفحم العادي في الذراء الشامية هو مرض فطري يسببه وفطري يسمى استاليجومايدس وتبمن خطورة الاصابة في هذا الفطر هي انه يصيب الكزان ويصيب المحصول مباشرة ويؤدي الى انخفاض المحصول وضعف عام على النباتات حيث يصيب الانسجة الحديثة مثل البراعم والازهار ويحتاج هذا الفطر لنمو ودرجات حرارة مرتفعة مع ارتفاع الرطوبة وتنتشر لرثيم الفطر بالرياح والانتقال من بقايا المحصيل السابق اما عن اهم اعراض الاصابة بفطر التفحم العادي في الذراء الشامية واحد تظهر الاصابة على الكزان على شكل تورمات حيث تنتفق الحبة وتتضخم بسرعة وتكون مغطاة بغلافة ابيض ثم تنفجل يظهر بها كتل من الجرثيم التالتية الفحمية المزر وقد يصل طول التورم الى حوالي 3 سنطي اثنين عند حدوث خدوش او جروح في الساق فانها تكون عرضة للاصابة ويحدث تهيجا للخلايا وينتج عنها زيادة في عدد وحجم الخلايا فتتكون عليها اورام ثم تتحول الى كتل جرثومية سوداء اللوم تحتوي على عدد كبير من الجراثيم والتي تنفجر بعد ذلك وتخرج الجراثيم على هيئة مسحوق اسود 3 ضعف عام على النباتات مع ظهور التورمات وظهور مسحوق اسود على الكزان والاوراق المغلفة للكزان اما عن طرق الوقاية والمكافحة في حالك الاصابة بمرض التفحم العادي في الذرة 1 زراعة اصناف مقاومة مع تعقيم البذور قبل الزراعة بمطاهر فطري مثل الفيتافاكس او اليونيفورم 2 التخلص من بقايا المحاصيل السابقة والخاصة بالذرة الشامية 3 ازالة التورمات من النباتات المصابة وازالة النباتات المصابة بالكامل 4 استخدام برنامج تسميد متوازن وعدم الاصراف في التسميد الازوتي 5 الاهتمام بالخدمة قبل الزراعة والزراعة لمسافات مناسبة وزراعة في المعاد المناسب والرين المنتظم وعدم تعطيش خصوصا في مرحلة التزيير 6 عدم تغذية الحيوانات على النباتات والكزان المصابة حيث انها تبقى حية في مخلفات الحيوانات مما يساعد على انتشار المرض مرة اخرى في المواسم التالية 7 يمكن رش مبيط فطري وقائي قبل مرحلة التزيير للوقاية من الاصابة وتطهير البزور قبل الزراعة موسم موافق ان شاء الله تابعونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته